تشارك مسرحية جي بيس من إنتاج المسرح الوطني الجزائري سنة 2019 إلى جانب 13 عملاً مسرحياً آخر في المسابقة الرسمية للدورة الثانية والعشرين لأيام قرطاج المسرحية التي ستنعقد بتونس من الرابع إلى الثاني عشر ديسمبر المقبل كما تم اختيار مصر ضيف شرف الدورة المسرحية للمخرج الجزائري محمد شرشال التعالج المسرحية التي ألفها وأخرجها ضيع الإنسان المعاصر بين أفكاره ومبادئه ومواقفه وعلاقته بالوقت وتمزج بين تقنيات السينما والمسرح والاستخدام الكبير للإيماءات والحركات لتمرير رسائل وأفكار تنتقد الإنصياع والتيه من جهة أخرى ستكرم خلال هذه الدورة من المهرجان الممثل المسرحية فضيل حشموي نظير مصاره الفني الثري الذي انطلق منذ سنة 1974 بالمسرح الجهوي ببهران وذلك رفقة أسماء من المسرح العربي والإفريقي على غرار سعيد الحامي من تونس أحمد فؤاد سليم من مصر وجان سيبي أكومو من كينيا إلى جانب فرقة مدينة تونس للمسرح التي تعتبر من أعرق فرق الفن الرابع ترجمة نانسي قنقر